وصحية بين 40 و 60 دينارا فيما تتراوح محاضر الجنح بين 300 و 1000 دينارا وقد تصل إلى السجن في بعض الحالات اختارت وزارة الشؤون المحلية والبيئة تونس الكبرى كوجهة أولى لعمل جهاز الشرطة البيئية حيث سيوزع 163 عونا من ضمن 299 عونا إجماليا موزعين على 34 بلدية بتونس الكبرى في مرحلة أولى وتتمثل مهام أعوان الشرطة البيئية في رفع المخالفات البيئية والصحية ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات على أن تنطرق الشرطة البيئية في رفع المخالفات ابتداء من 13 جوليا 17 و 2000 وقد حددت العقوبات الخاصة بهذه المخالفات وهي تتراوح بين 40 و 60 دينارا أمام حاذر الجنح فتتراوح بين 300 و 1000 دينار ويمكن أن تصل إلى السجن في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة أعوان الشرطة البيئية الذين سينطلقوا عملهم خلال الشهر الأول بعمليات التوعية والتحسيس والإعلام للمواطن والمؤسسات الاقتصادية سيعزز عملهم بفرق إقليمية ووطنية بهدف التأثير والإحاطة والمساندة في مباشرتهم لعملهم